بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لما بدأناه في الحديث عن الأوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة نتحدث عن شروط وإجراءات إصدار السندات واسمحوا لي أن أمر سريعا في النسبة لهذه الشروط والإجراءات حيث أن هذه من الأمور المتخصصة التي لا أريد أن أشغل فيها طالب العلوم الإدارية بأقصامها المختلفة فهذه الشروط تهم طالب القانون أكثر منه من غيره فشروط إصدار السندات يوجد أربع شروط يجب توافرها حتى يجوز لشركة المساهمة أن تصدر السندات واحد أن يكون مصرحا بذلك في نظام الشركة اتنين أن يصدر بذلك قرار من الجمعية العامة العادية للشركة ثلاثة أن تكون الشركة قد استوفت رأس مالها بالكامل حيث أنه لا يجوز للشركة أن تقترض قبل أن تستوفي مالها من ديون لدى الغير أربع أن لا تزيد قيمة السندات عن قيمة رأس المال المدفوع أما بالنسبة لإجراءات إصدار السند فيطرح السند كقرد للإكتتاب العام ويجب أن يتم عن طريق البنوك التي يعينها وزير التجارة وتوجه الدعوة للجمهور للإكتتاب ويجب أن تشتمل نشرة الإكتتاب على بيانات معينة ويجب إعلان نشرة الإكتتاب وأخيرا يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة أن يقدموا إلى الإدارة العامة للشركات بيانا بعدد السندات المكتتب بها وقيمتها وما دفع منها وأن يرفقوا بذلك جدول بأسماء المكتتبين وعدد السندات التي اكتتب بها كلا منهم جزاء مخالفة الأحكام المنصوصة عليها بطلان العملية والتزام الشركة برد قيمة السندات الباطلة ودفع ما هو مستحق من تعويض لأصحابها ترجمة نانسي قنقر